افتتح اللواء أركان حرب خالد بيومي العربي قائد قوات شرق القنال مكافحة الإرهاب ومحافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل أبو شوشة مسجد رياض الصالحين بقرية وادي الحاج بمدينة نخل بمحافظة شمال سيناء يأتي ذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة في تقديم الدعم التنموي الشامل لأهالي سيناء وخلال لقائه بشيوخ وعواقل سيناء أكد قائد قوات شرق القنال مكافحة الإرهاب أن القوات المسلحة تقدم الدعم الكامل لأهداف التنمية بسيناء مشيرا إلى ما تم إنجازه من مشروعات قومية عملاقة وذلك بالتعاون مع الشركات المدنية ومؤسسات المجتمع المدنية من جانبها أشهد محافظ شمال سيناء بالجهود التي تقوم بها القوات المسلحة مؤكدا أن التعاون بين القوات المسلحة وكافة الجهات المعنية بالدولة قد ساهم في تغيير وجه سيناء نحو واقع أفضل ومستقبل مشرك هذا وأعرب شيوق عواقل سيناء عن شكرهم وتقديرهم البالغ للقوات المسلحة لمساندتها المستمرة لهم وما قدمته من تضحيات في سبيل عودة الأمن والأمان بكافة أنحاء سيناء وصولا لأحداث التنمية الشاملة بها